اشتركوا في القناة نستضيف كذلك أستاذنا والخبير الاقتصادي السيد فارس مصدور مرحبا بك سيدي الله يباركك أستاذ الله يسلمك يعني كان المفروض نكملوا الحديث كما وعدنا المشاهدين أننا نتكلم على موضوع الذهب لكن جاءت فرصة أننا نزيدوا نتكلموا على موضوع السيارات وتركيب السيارات ومعنا ضيفنا الكريم رح يكلمنا دابور على المشروع وانتحهم هذا كيف هجت وكيف هجت حالته الآن تفضل سيدي بسم الله الرحمن الرحيم أول شي نشكرك على الاستاذافة مشروع تركيب السيارات وأول شي هو مشروع استراتيجي الدولة استراتيجي الدولة دولة جزائرية نحن منذ سنين نشتغل في السيستام سي بيو اللي هو استيراد السيارات الجاهزة استيراد سيارات الجاهزة وش عملتنا عملتنا ناش ثورة صناعية ولا عملتنا نقل خبرة للجزائريين رأنا كناس مستهلكين قاعدين نستوردوا فقط السيارات وانبيعوها يعني كسوق زي أي الأسواق استراتيجية والفكرة اللي جات جات بناء على تجارب دول تانية ونجحت في ميدان السيارات الجزائر اخذت كوبي كولي من هذا المشاريع ولهذا الأفكار وحاولت تطبقها في الجزائر نحن كمتعامل اقتصادي ولا ككونستركتور بدنا بمشروع احنا جلوبال جروبي اللي احنا ممثلين العلامتين هي هونداي ترك اند باساس وكيا السيارات نفعية فيما يخص الشاحنات الشاحنات والحافلات والمركبات يعني وبدنا الأول شي بدينا بهونداي هونداي كنا أول شي احنا من البداية مشروعنا كمشروع تاع فلسيكادي تاع خلق صناعة حقيقية حتى الزنجاجمون تاعنا اللي كنا مع الكنستركتور ولا مع البرتونير الكوري كنا من البداية حذرنا كيتشارج وحذرنا دير السوق ويمكن أنا يقدر الصحافة تطالع لها اقتصاد حذرنا من البداية حذرنا دراسة باش ندخلوا في صناعة حقيقية للسيارات صناعة حقيقية للسيارات انه كما نعرفه ويمكن باش المشاهد ثاني نوضحوله لانه السيكتور هذا صار فيه لبس كبير صار الناس تقول عليه تقول واحد يقول عليه نروا نفخ عجلات واحد يقول عليه هذه صورة لصبحت منتشرة عند الجزارين نعم نحب نوضح للمشاهد الكريم باللي صناعة السيارات هي أول شي انه لازم هي بمراحل لما تقدرش في لحظة انك انت من بلد غير صناعي تصبح بلد صناعي باش تكون بلد صناعي تمر بمراحل هي مراحل ديكا دي سيكا دي اسكا دي اسكا دي اسكا دي انه تجيب السيارة مجزئة اسكا دي اسكا دي سيارة مجزئة بالأطرف الأجزاء أكبر ولو سيكا دي هو انك انت تصير انك تنتج قطع الغيار ولوحق السيارة في الجزائر ولو في الدولة وفي هذه التجربة صبخونا لها ناس بزاف صبخوها دول كثيرة منها فيتنام منها حتى كوريا اللي هي المتعامل لتعنا هي قبل ما تكون دولة صناعية اللي عندها كيا و هنداي كنت بحالنا كنت استورد من جابون وجابون هو اللي مشامعها في هذا المشروع يعني كمشروع اسكا دي سيكا دي هو مشروع جد طموح وفكرة جد مهمة ذركك كيفية طبقة على أرض الواقع يمكن يكون كين نقائس يمكن كين لبس لأننا الحقيقة لا نحن تجربة في هذا الميدان كنا كهونداي باش نرجع للموضوع الحقيقي إنه كنا كهونداي مشينا باش نمشي وفي صناع حقية في الجزائر وثاني حبيت نفتح قوس صراحة إذا أمكن إحنا إعلامة هونداي ولا إعلامة كيا اللي كانوا في هذا الوقت لأنني لازم نوضح الأمور قبل ما نكون نحنا كانوا متعاملين اقتصاديين وناس يعملوا الامورتاسيون في هذه العلامات بصح نحن الوقت هذا الذي يجينا نحن قدمنا الملف بصفة عادية حتى أن أنا نقدر نعطيك وأول مرة يمكن عن طريق قناتك نعطيك مرسالات مثلا نعطيك مرسالات مثلا خلينا نبدالك مرسالات من المتعامل الاقتصادي ولا من العلامة الاقتصادية أنه بعثت المتعامل في تاريخ نعطيك في تاريخ مثلا خلينا نقول كوتب في تاريخ 20 ماي 2015 بعثت له قاعدت تقول له بناء على الزيارة تاعك التي جاءت عن الكوريا نقائص في الخدمة تاعك نقائص في نقائص نقائص في نيتك أنك تتنقل من الاستيراد للتصنيع نعطيك مرحلة 6 شهور لكي تتضابط على المشاريع الجديدة في الجزائر وهذه تقدر الأوراق تطالع عليها ورقة ثانية في تاريخ نفس الشهر نفس الشهر بعثوا للمتعامل الشريك تحم في الجزائر بعثوا للمتعامل لحد الساعة طلبنا منك أنك تتضابط مع القوانين الجزائرية نفس الشيء الهونداي لدي نفس المرسلات ونفس الأوراق تخص كيا خليني من فضلك نكمل هذه الدل لأنه علاج لأنه احنا اختيارنا كاختيارنا لأنه لازم نوضحه المشاهد الكريم اختيارنا كان اختيار مهني بحت حتى أنا عندي ورقة مبعوثة من علامة كيا للوزير الصناعة الجزائري يقول احنا اختيارنا لهذا المتعامل اختيارنا بناء على الانجاجم في بلونتاعه لأنه كان رايح للصناعة لأنه احنا كنا مختنعين من البداية بغينا ندير صناعة حقيقية ماناش احنا ضد الاستيراد هذا بركة نزيد نقف القوس ونروح الحجاء صح شكرا سيد فارس مسدور تشوف اللي كان عندنا مناخ ايجابي باش نروح للصناعة الميكانيكية هذه يعني في الظرف انت 2014 2015 يعني كانت الاجواء مهيئة لهذا الصناعة وسنة 2014 بدأت ارهاسات الانحضار الاقتصادي والاشارات الدولية او المعطيات الاقتصادية الدولية كانت معطيات تأزمية نحن في تلك المرحلة اللي بدنا نفكره في تركيب السيارات على اساس انه كانوا يتكلمون عن تنويع الاقتصاد الوطني وثم انه الخيار لم يكن خيارا مبني على دراسة معمقة الدول التي نعرف ها التجربة التونسية لمعلوماتكم بدأت بالاكسسوارات يعني الملحقات المتعلقة بالسيارة الان تونس تصدر 5 مليار دولار من الاكسسوارات بما فيها انظمة الامان داخل السيارة التجربة الماليزية التي بدأت في 83 مع البروفيسور مهاتي المحمد واستمرت الى يومين هذا رغم كل الدعم الذي قدمته الدولة الماليزية الى انه الى يومين هذا ما زالت يعني صناعة سيارات في ماليزية تعاني من المنافسة العالمية وبالتالي لا يمكن الحديث عن الانتقال السريع من اللاشي الى مرحلة ليفول سيكادي معناه انتاج سيارة بأجزاء معتبر منها ممكن 70% ممكن 60% الى مستويات متقدمة وعليه المرور من مرحلة الاسكادي السيكادي او الديكادي اسكادي السيكادي هي مراحل لازمة لكن على ان لا تستمر مدة طويلة الذي لاحظناه هو ان بعض الشركات في بلادنا بدأت بالديكادي وتوقفت عنده يعني حتى درجة الاندماج لم تتجاوز العشرة في المئة وممكن اقل من ذلك كان تأتي السيارة مفككة ويركبونها تركيبا كاملا في البلد الاخطر من ذلك هو تضخيم فاتورة المصانع رأينا مصانع بـ 20 مليون دولار تلخم الى 200 مليون دولار 150 مليون دولار وهذا الذي استنزف اموالا طائلة من من خزينة الدولة الذي الذي يجب ان نؤكد عليه هو ان ندير دراس مقارنة ما بينك التجارب الموجودة عندنا في الجزائر ما هي احسن تجربة ما هي احسن تجربة التي كانت فيها النية الصادقة لادماج او للوصول الى درجة ادماج عليا في انتاج السيارات الذي لاحظناه في الميدانة وانه جلوبال جروب فعلا يعني استوردت مصنعا كاملا متكاملا موجود موجود الان في الجزائر من اجل الوصول الى مرحلة لومبوتساج لسيودور الى الابنتور وهذا المرحلة معناه انك تريد تصنع هيكل السيارة عندك في الجزائر وصناعة الهيكل ما معنى الذي يسوي ربعا الاف دولار تقريبا في المتوسط معناه انك ستختصره الى الف دولار معناه انه ثلاثة اربع السيارة كهيكل سيتم اختصاره في الجزائر وهذا الذي يجب ان نركز عليه الان المشاكل التي رأيناها هذا امر مفروغ لكن لديك الان تواجه صناعة يجب ان تدعمها بغية ان تصل الى مستويات اعلى شكو اللي تشوف انت مسؤول على الوضع هذا اللي رأينا فيه حكومة المتعاملين شكو شوف كان هناك نوع من الممارسة المافيوية التي الغت الاخر وجعلت مجموعة محدودة من ناس تسيطروا على 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 نفخ العجلات منذ 2014 صح وارادوا ان يبقى الامر على ما هو عليه فكان هناك تواطئ ما بين اعضاء في الطاقم الحكومي طواقم الحكومي السابقة ومنهم عنصر بارز الانره فارو ومطلوب من العدالة الجزائرية نعم وبعض العناصر التي كانت مقربة جدا من هؤلاء الناس والذين حصلوا على امتيازات خاصة في مجال السيارة لذلك انا نقول لك التواطئ كان تواطئا داخليا مع جهات اجنبية كانوا يريدون للجزائر ان تبقى دائما في الدكادي ولا تتطور يعني لو لو انقارنوا ما بين هؤلاء وتجربة جلوبال نكتشفوا بانه الان فعلا هؤلاء بيّنوا نيتهم الصادقة على الميدان من اراد ان يعين يذهب الى باتنا ونشوف المصنع المتعلق بانتاج الهيكل والادوات اللي را هي يأكلها الصادية في الميدان شكرا سيد شريط انتو ما اخترتوا انكم تخدموا شغل في الخافاء وما توريوش لا استثمار انتعكم لشعب الجزائري ولا لكل المشاهدين يعني ودخلتوا انتو ما تاني في التلوث انتع الاخرين دركوا يقول لأي مواطن يقولوا كي اتاني هما تانين يفخوا العجلة يقول لي ممكن لانه ما يعرفش الحقيقة ماذا بيك فهمنا واش الحقيقة هذا المشروع اكزاكت انا اذا نبدأ من وين وتوقفت انت احنا كان استراتيجية كنا نعملوا ولا ش لما نحكيوا انا كنا نبغينا كنا عندنا هدف باش المصانع تعلو فالسيكاد يفتتحوا في اواخر 2019 قلنا احنا لازمنا نوصلوا انه كما كان احنا لانجاجمو تحنا المصانع كنا نقول لازم ندير الف مؤسس مناولة وفي نفس الوقت ندير الفول سيكاد وش كنت لحب ندير يا استاذ بغينا انه في 2019 نعرض السلطات ويجي يفتتحوا مصنع الفول سيكاد اول حاجة كنا نحافظ على ال كونكيرانس انه مكناش حابين المنافسين نكون احنا سباقين هذا الشي احنا ولينا ذرك متهمين لانه احنا خدمنا ولينا ذرك ريسو الحظ عندنا اتهام انه خدمنا وفنصينا وكان عندنا نية صالحة لانه مشروع لسيكادي نعطيك حقائق على مشروعنا مشروعنا يا اخي العزيز كونفورم الآن بالنسبة لالكاي تشارج التي تحط نحن نرى 100% فوش غال في كاي تشارج متعامل اجنبي رو معنا في رأس المال لانه تحط لانه تحط لانه مترجم يقدر الصحفيين يشوفون تطالع لها تحط لانه لانه 50% من المنتوج يروح لانه نحن الثاني يقول لك أنا راني نساعدك باش تكون كونك في المرش تاعك يعني عنده كي نقول لانه نقول لنا باللغة تاع البزنس انه هو فليكسيبل لانه مارين في المرش تاعه مارين في الاسعار تاعه لانه الهدف هو باش نقول لك كيا و هونداي باش نكون واضحين كما لك الدكتور هم عندهم نظرة واسعة انه قاعدين هم يشوفوا افريقيا يشوفوا اوروبا قاعدين يشوفوا فليكو في الكلفة عليها انه هم مشاو معنا في البروجيت فولسيكادي فولسيكادي لامعلوماتك يا أستاذ احنا الوحيدين في افريقيا اللي نخدمون لانه بوتيساج الجيران مثلا الجيران الجارة الغربية مثلا قاعدين يخدمون لانه لا يعملون لانه بوتيساج سوف نخدمون بوتيساج وعندنا من عند الكنستركتور سواء كيا او هونداي نعطيك مثال مثلا هذا المصنع انا زرته المصنع هذا سويتريتون 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 والله يا أخي العزيز والله ما فيش أبسط منه احنا نمنه وبركبلي نقدر نكون دولة صناعية صحيح شوية ريزيل وشوية وشوية لما تير لصفورفير وأي واحد جزائري ووصلنا عندي أنا متعاملين وعندي دي سويتريتون كانوا على وشك أنوا يبدوا يخدموا هذا المشروع لسؤال حظ ووش ساير لكونجونكتور هذه ونزيد نوضح لك برك حاجة مشروعنا نقدر نخدم لنبوتيساج مش فقط العلامات نقدر نخدم لنبوتيساج لكل علامات اللي عندها نية باشتخدم الصناعة حقيقية في الجزائر الثاني حاجة اللي أهم من هذه كاملة لما تجهزوا تقم لهيكل سيارة يكون من حديد جزائري يا أستاذ من حديد من الحجار أنا عندي حتى لدوكيمو عندي طلب لوزارة الصناعة والمصنع الحجار اللي يعطيني مواصفات الحديد تعي أنا مانيش نحكي لذات هذا مش تعذرك يا أستاذ تعف مارس وفيفريي وفيفريي نحن يليسوء الحظ نعملنا خدمنا على هذا ولينا متهمين أنه خدمنا ما تقدرش تقيس الوتوموبيل بصيفة عام ما تقدر تروح مشروع بمشروع نعطيك نعطيك حقائق وكل حطوط في الأوراق يا أستاذ نحن مثلا كاما مشروعنا في باتنا أنه عندي أني أنا نقدر نخدم لكوكتع كل العلامات في الجزائر سأقلص من فتورة الاستيراد سأقلص من العملة الصعبة سأقلص من استنزاف العملة سأقلص لأن أنا نسبة كبيرة من السيارة ستتعامل في الجزائر وفي نفس الوقت ستنزل سعر السيارة لأنه سعر السيارة يوجد عندك بكلفة جزائرية كما قل لك الدكتور سأقلص يكلفك من أربعة ألف ألف دولار من أربعة ألف دولار هذا هو مشروعنا مشروعنا جد مهم حتى لأفريقيا لأنه نحن الوحيدين لنخدمون بوتيساج في هذه المنطقة كاملة حتى أفريقيا أو أوروبا أنا عملنا دراسة سوخ لأفريقيا سيكون كومبيتيتيف حتى أوروبا لأنه أوروبا تعرف عندهم تاكس أوروبا عندهم كلفة اللوجيستيك وأكثر من هذا أو لينرجي ثاني أعطيك وأكثر من هذا كامل أنه لدينا 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 مستحيل أن يكون كومبيتيتيف كما نحن هذا يا أستاذ خل مشروعنا الآن لا نحكي وعلى مشروعنا سنقوم كل 70% من المطاريال يوجد في باتنا كل تقريبا 70% من الذكيب من الربو من المبوتيساج رأو كاين في باتنا 30% 10% منه رأو في البور محجوز والباقير هاو جاي ويمكن تشوف الصور هذه من باتنا صور حقيقية من باتنا نحن نحن خايفين تعرف قيمته يا أستاذ 70 مليون دولار وهذا ما الدولة أنا نتكلم معك كجزائري والله من يندفع على واحد ومن يضد حتى واحد أنا عندي وطنية لدرجة سؤال لماذا المتريال هذا رح مرمي برا مرمي برا لأن مشاريعنا كنا عندنا استراتيجية لأن تعرف كاين تمويل بنوك وفي نفس الوقت كاين تمويل اللي نجيبوه من البيع وتع سيارتنا بحكم أنه ما عندناش اعتمادات لسبب أو آخر مع أن نحن يرانا كونفورم لكاين تشارج مع وزارة الصناعة لماذا اعتمادات تجعل العائد المالي ينقص بزاف ونقدرنا ندفع للشركات الإنجاز توقفت مصانعنا كاين الشاربونت متاليك يمكن هذه الصورة للمشاربونت متاليك لا نقدرنا نغطيهم يعني نحن نحن لذي كيف موطع نحن برا نحن 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 أي لحظة يتلفو يدخل لهم الماء وهذا مال دولة هذا مال الشعب الجزائري هذا مشروع دولة هذا مشروع المنطقة نحكي لك المنطقة تعباتنا قبل المشروع هذا كانت فيها نسبة الجريمة كانت نسبة بطالة صدقني هذا كنا نوظف فيه 5000 لعشرة الاف موظف بطريقة مباشرة وزيادة على هذا سوتريطونس سوتريطونس قبل لا نصل للسوشي نضيف شيء أستاذ صدقني نحن نريد رئيس للدولة نريد وزير صناعة نستطيع التكلم معه لأن نحن متأكدون وعند ثقة كبيرة لأن الناس وطنيين يريد الخير لهذا البلاد نحن لدي مصنع كائن وش واجد وعطينا المصنع لكي يكون المصنع نتمنى من المنبر ويذهبوا ويذهبوا المشروع لأن فريمو مشروع جزيريين وليس مشروع تتعة واحد هذا ما نقول لك وسمح شكرا أستاذ مصدور وش تعليقك على الصور هذه اللي نشوف فيها الماتريال مشري بـ 70 مليون دولار حتى أول وكان بـ 5 مليون دولار حرام ونبذره كما هكذا وش تعليقك على هذه والضائقة المالية لأصابت المجم مع ذلك أولا الحديث عن 70 مليون دولار مهم جدا نفس المصنع كان مقترحا من طرف الشركة أوروبية على الجزائريين بـ 500 مليون دولار سبحان الله نعم يعني هذا إشارة إلى أن مع هذه المؤسسة هو غائب تماما الأمر الثاني أنه هل يعقل أنه في بلادنا نخلط ما بين قضيتين مختلفتين هذه قضية اقتصادية محظة هذا ما صير اقتصاد بلد تخيل أن هذا سيجعل من الجزائر مصدرة للدول المحيطة بنا وعدد من الدول العربية وحتى الأوروبية في مجال لنبوتساج يعني صناعة لكوكي الجالب الثالث أنه مناصب شغل هامة جدا يعني عندما نتكلم عن خمسالاف منصب شغل معنا خمسالاف عائلة كنقوله عشرالاف منصب شغل عشرالاف عائلة وبالتالي هذا يعطيك انطباعا على أننا في بلادنا لا ندرك أهمية الاهتمام بالجانب الاقتصادي في بلادنا وأننا نخلط الأمور آخر آخر شيء إذا أردنا فعلا أن الجزائر تصبح دولة رائدة في مجال صناعة السيارات هذا أول مشروع في البلد بعيدا عن كل الحساسيات شوف أستاذ اللي تكلمنا في مسألة المشاريع احنا في 72 كنا نصدر ننتجو لكاميون في صناكهم بالنسبة انتيجراتيون تاع الديماج تاع 41% نعم وتراجعنا اليوم يعني ما تشوفش باللي مسألة سياسات تاع الحكومات اللي فات من 70 لليوم والله يشوف تقول لك الاشكالية في بلادنا أنه كلما دخلت أمتهم لعنت أختها يعني اللي يجي يحب يحطم يحب يحطم ويجرم اللي كان سابقه احنا ممشيناش للأمام احنا مازلنا عايشين في التاريخ عندما أقول تاريخ معناه أنه دائما محلك سر الاشكال وين أن الدول التي تحترم نفسها هي الدول التي تمشي إلى الأمام مع مع أنها لا تنسى ما هو موجود في التاريخ نعطيك التجربة الماريزية التجربة الماريزية بدأت في صناعة سيارات يعني الفكرة بدأت 83 الآن هذه بروتون تحم يعني أول علامة عندهم تسيطر على ما لا يقل عن 40% من السوق الماريزي هذا لا يعني بأنهم أغلقوا الباب أمام الأسواق العالمية بل انفتحوا على السوق العالمي نعم يمارسون الحمائية نعم يدعمون إنتاج سياراتهم ولكن بالنسبة لهم هذا مبدأ أن السيارة السيارة الماريزية ماذا بهم تبقى قائمة رغم التراجع الحاصل في السوق العالمي كي نشوفوا أولى عشر علامات لانت السيارة في العالم بدأها من طيوطة وتوصل بها حتى مرسودس بانس وغيرها تجد بأن الأمر تراجع في 2019 تراجع بشكل كبير نتيجة أمور عالمية اقتصاد عالمي مهزوز ضربات وزلزال اقتصادي ضخم جدا حصل وما زال لا يحصل وسيحصلوا مستقبلا هذا لا يعني بأننا نبقى مكتوفي الأيدي ونقول لا لا خلاص وسرى مشكل ونحبسه لا ما نحبسوش نكمل نصحح ندعم نصوب ونراقب ميدانيا يعني لو أننا ننزل الآن نديره لوديت الآن أطالب بأنه يندير لوديت تحكل المصانع التي التي سميت مصانع صناعة سيارة في الجزائر يديروا لوديت ضروري ضروري لأنه هذا ما العام شوف أستاذ ما تقدرش تمشي إلى الأمام مدام ما درش يعني تدقيق دقيق جدا لما حصل فعلا وباش تكتشف في الناس اللي ضخموا الفواتر من الناس اللي فعلا أنشأوا مصانع حقيقية لن يتم ذلك إلا من خلال تدقيق وخبرة محلية ودولية ولماذا لا تكون هناك خبرة دولية إذا ما عندناش اللي قادرين أنهم يديروا تدقيق يعني يرتقي إلى الخبرة العالمية نستعينه بالجزائرين الموجودين في الخارج معلش خبرة وعلماء موجودين في الخارج هنا نبدأ ونصحه الأمر ونكتشف الذي خان من الذي كان يعني لديه نوع من الوطنية من أجل تطوير هذه الصناعة سيدي الكريم سيدي الكريم البارح أنتم ما انشرته بيان قلت خلاص سنوقف على الإنتاج لنفاذ المادة سنتكلم على هذا الموضوع بعد فاصل سنعود بعد قليل لا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم من جديد نعود إلى الجزء الثاني من حسة بيزنس مع ضيفنا قيمان شريط اللي هو المدير العام نتع موجلة مجمعة جلوبال جروب توقفنا عند السؤال حول نفاذ المادة الأولية وتوقفكم على الإنتاج واشترا بالضبط شوف هي لكي نرجع ونعطيك الصورة كاملة هي نفاذ لليكيت ونفاذ الإنتاج هو من شهر ثمانية يعني من قوت ومي من قوت حتى الهن لأنه كانت الدولة ولا كانت ظروف الخاصة تعد دولة كنا نحن فظلنا أنه نخلي والناس تقعد ما ما كانش خدمة بصح كنا ندفعوا في الرواتب بصح وصلنا للمرحلة لهذا الشهر أنه النفاذ توقف من من شهر ثمانية العائد المالي هو اللي خلانا نخرج استهلكتوا كل كوطاتاكم لا لا مستهلكتنا حتى 50% منها ملو وش ترى المشكلة أنه وقفوا لزاقريمو ونحن لزاقريمو ونحن للا الاعتمادات تعنا خلصت المدة تحم يعني الاعتماد المؤقت تعالعام خلص عنده تقريبا من شهر ثمانية عاد ما نقدرش نستوردوا لكيت كمنا ندفعوا فيرواتب الموضفين حتى كنت تحبو تجلبوا الكيت تخلصوا عليه بلانتاري في الدول مش بلانتاري ما تقدرش تجيبه أصلا لأنه ما عندك لاجرمو حتى كي جاءنا الاكس حنا رانا جبنا وباغين ندفعوا البلانتاري بس ما قدرنا ندفعوا لأنه ما عندك الاعتماد أصلا باش تجيب هذاك البرودوي وليهذا ما نقدروش نستورده حتى الاستيراد ما نقدرش نستورد حاجة ما عنديش فيها أقريمو وعندكم سلعالي رهي موجودة في فليبور وليف نحن عندنا سلعة فليبور محجوزة رانا نسنو كيف ما يكون قرار باش نشحل حجم عن 450 كيتا سيارة يعني 450 سيارة في حدود 450 سيارة وهذه السيارات لمعلوماتك مبيوع الأهل للزباين وشيوة نرى في الرطار ورانا لمعلوماتك نرى ندخلين في نزاعات قضائية لمشكلة خارج عن إيرادتنا حبيت برك نوضح لك سيدي مسدور تعليق على الدولة هذه لتعاقب المواطنين أنا زابون نشري من عند سيارة ومن بعد تجي جمار كلما يشعر تعاقبني أنا لأن ودرك السيارة هديث حتى لأن 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 لدينا القانون لدينا روح القانون الذي يسير يجب أن يفهم بأن هناك شقان مهمان جدا أن هناك الإرادة السياسية التي تريد للبلد أن يتطور وهناك إرادة مافيوية تريد أن تحطم الناس أنا ضد الممارسة التي تكون بعيدا عن الممارسة الاقتصادية أنا أؤمن بأن أي إنسان عنده الحق لا بد أنا استوردت تعطيتني اعتماد مش نستورد لحقت السلعة المتعيلة لميناء الجزائر حررني خليها عليها تبقى في ميناء الجزائر وندفع لها حقوق المخزن والرسو على يعني الفيليبورساك وغيرها عليها يعني كنت سيارة مش غير سيارة شوف أنا أحديثك أنا أحديثك عن عن أناس حطيموا حطيموا تم تحطيمهم فقط بالرسو في الموانئ الجافة لبورساك يعني يخلص عليها يقول يخلص عليها يحطموا تولي السلعة هذيك ما تسوالوا وهذه وهذه إرادة مفياوية مش ممارسة مفياوية مايش ممارسة قانونية يلقى لك الثغرة اللي منها يقول لك يعني يوقف لك العظم وكانت حكومة بدوي في وقت سابق مدى التعليمات أنه حروا السيل العالي كانت محجوز ورد تحرير لو أننا تحررنا اقتصاديا ما راناش نشوفوا الممارسة هذه لو أننا فعلا بدأوا يعيشوا الحرية الاقتصادية الآن بدأت لغة الحرية الاقتصادية الآن بدأت الرئاس الجمهورية تتكلموا كلاما يوحي بأننا سندخلوا في مجال الحرية الاقتصادية الحقيقية وتوجيهت على أساس أنه ما كانش العرق ما كانش كذا لابد أن تكون هيئات الوزارية القطاعات الوزارية قطاعات ميسرة وليس معسرة من قبل من قبل الوزر الأول لما نقدرش ندخل الاسم كان يعمل جهده من أجل أن يعرقل حتى تمر عليه كل الملفات ونقول لك إلى الآن إلى الآن أنا أنا ضد لوسياني سه على لأنه هو عرق للاقتصاد الوطني تخيل تجيجتمعوا 13 وزير أو 12 زيد واحد من الرئاس الجمهورية بش يعطو اعتماد لشاركة معينة على على ما يكونش هذا الأمر في المديريات على ما يكونش في الولايات يا كحنا عدنا حبين طوروا الاقتصاد الوطني طوروا بهذا الأسلوب أنك تحجز السلعة عن الناس وسلعة مبيوعها فقط سيد في سلوب بركة موضوع السياني هو المجلس الوطني للاستثمار يعني مواطن لما يحب يستثمر في أي شيء في قطع ما إذا المشروع يتجاوز إلى قل من 150 مليار راح يروح للندي والميلف يتم معالجته في عشر أيام أسبوع ممكن أقصى تقدير أسبوعين لما يروح للسياني إذا تجاوز 150 إذا تجاوز 150 مليار سنتيم يروح للسياني السياني هذي كين مرات يجتمعوا مرتين في العام وكين مرات يجتمعوا وما يجوزوا حتى ميلف ومتع القطاع الخاص يجوزوا غير القطاع العام والله الشاركة نتعلى كيف نطور اقتصاب هذه الممارسة ما زالت أنا نقول لك أنا قلت هو ما زالت نقول العقلية المركزية هذو كل اشتراكي ينتع بكري لكل حاجة يجب تعقب عليه ما زالت إلى إلى شهر ديسمر كانت موجودة الآن أنا نريد أن نحدث قطيعة مع هاتي الممارسة لماذا تحجز سلعة الناس لها أصلا نري مبيوعة طيب وشما مصلحة نحنا يا نهارا لهذا المصنع يتحطم ولا غيروا من المصنع يتحطموا معليش معليش تريدون أن تغلق هاتي المصنع يلا وروا نحن نتديكم أنتم ما في تسير هاتي المصنع الأموال الطائلة الأموال الطائلة التي أنفقت على هاتي المصانع ما مصيرها أموال شوف شوف يعني معنا أنت تتحدث عن نموذج أنا ما نشكلمك على هذا النموذج فقط أنا أحدثك عن عشرات الألاف من المشاريع التي دمارتها الحكومة السابقة وما خلتها تخرج على لأن الناس فعلا كانوا خاينين خاينين الاقتصاد الوطني خانوا خانوا قضية الاقتصاد الوطني كانت فيها خيانة عظمة مشي حابين تزاير تنتج السيارة مش حابينها واحدة أخرين كانوا يدعمون وكذا وكذا ويغطيوا عليهم ويبعتون المسائل الإعلام بش تبرأهم وأناس فعلا يريدون أن ينقذوا الاقتصاد الوطني بإنتاج سيارة كاملة متكاملة جزائرية يضاف إلى ذلك لستريطونس في هذا المشروع فيما لا يقل عن ميتين شركة فيما لا يقل ينجوا الأكسسوارات طيب تنقل ميتين شركة كل شركة شعل توظف على الأقل عندك مية واحد معناه أنه عندك على الأقل واحد الميتين ألف إنسان رح يسفد بطريقة غير مباشرة من إنتاج السيارة الحقيقية في بلادنا لذلك أنا أنا الآن أؤكد على ضرورة أن يكون تفكيرنا تفكيرا عقلانيا ورشيدا الناس اللي فعلا خانوا الاقتصاد الوطني وضخموا الفواتير المصانع انتحهم هؤلاء يجب أن يرجع المصنع إلى الدولة الناس اللي قادرين وعندهم عندهم خبرة كبيرة من أجل أن يستمروا في إنتاج السيارات ولديهم الكفاءة والقدرة وبينوا حنة يديهم هؤلاء يجب أن يستمروا من عرقلهم الأمر الآخر هذه قضية الاعتمادات كذا هي التي دمارت الاقتصاد الوطني لزاقريمو هما اللي دمروا الإيكونومي ناسيونال كل حاجة فيها أقريمو علىه باش تعقب عليه وكي تعقب عليه كي المنطقة الفساد اللي كان مقبل أنا لا أتحدث عني الآن الآن ما زالنا ما شفنا ولو كي النواية حسنة تريد أن تعطي نقلة نوعية ودفعة قوية للأقصى الجزائري لا نريد مثل هذه الممارسة أن تستمر شكرا شكرا نرجع لك سيدي شريط ثم الاعتماد قلت بالي خلاص في شهر ستة أموره شهر اللي يخلهم يرفضوا لكم التجديد متى الاعتماد الحقيقة هو ما كانش تجديد ما كانش رفض ولا موافقة ما كانش رد نحن يطلب كل مرة ما يطلبوا مننا خاصة نحكي على سابقا يطلبوا مننا أوراق الروحون نمدو نزيد يطلبوا منك دي زافنون نزيدوا روحون نجيبوا دي زافنون يطلب منك اللونغاج موت على الإكسبور من عند الكنستركتور نجبناه يقول لك بلي لازم يكون الشركة الأجنبي داخل في رأس المال وداخل في ستاتيو درناه نحن بالنسبة لنا نرى نشوف إذا كن مشاكل ماذا بنا نسمعهم وإذا كن تغيير قوانين أو أدابتاسيون تعليمهم سحنتوا ممشيتوا لهم كل يوم نرى نشوفه ومع أنه نلاحظه لازم نحط النقطة هذه كن متعامل خذال هل هو واقع هذا أو كن بميكيالين أو نحكي على كما قال لك دكتور المرحلة اللي قبل ذرك حنا يرى ن كلنا ثقة وكنا ثقة مع الناس اللي جاءوا جديد مع الرئيس مع الحكومة جديدة نحن هنا نريد أن نتنصفه لأنه نحن كجزيريين أنا ديما نكلمك ونرجع نكلمك أنا كجزيري أنا غيور على بلادي غيور على هذا المصنع هذا مصنع تجزيريين في بلاد جزيرية في أرض جزيرية مشاكل العدالة تتحل بصفة شخصية نحكي وذركا كم مشروع عادف أنا رحط لكوريا أنا درت نيغوسيت لترانسفيرت على تكنولوجي نيغوسيت بكل أمانة بكل ثقة أنا جزيري بغيت ندير لترانسفيرت على تكنولوجي وندير لفول سيكادي في الجزير ونجيب الحاجة المليحة لجزير مش بالضرور إذا أنا وفي ومليح ونحب بلادي رح تحسبني كما واحد دار لالسوفاكتوراسيون أنا قولك نو أنا قولك ذرك عندنا مشكلة اعتماد كل يوم نحكي لك على الموظفين اللي درناهم هذه في العطلة إجبارية صدقني لكون نمشي من هنا لشهر الجاي المصنع الثاني رح نزيد ونديه عطلة إجبارية بعد شوية رح يولي المجمع رح نوصل للمرحلة أنه الحلم اللي حلمناه كامل كجزيريين وكمنطقة وكناس أنه رح صح رح نخلقوا سيارة لمعلوماتك حنا كان حلمنا في جلوبال جروب قلنا أنجور رح نخلقوا سيارة جزائرية لأنه هكينا مرافقة من الشريك الأجنبي لأنه الكوريين عندهم النية بشي عاونوا الناس لأنه هم عاونوهم لجابوني ما تحسبنيش تحسبنيش على كما لزوروبيان ولا حاجة حنا أمنا بالمشروع ومشينا فيه أنا نقول لك لازم قرار في أقرب وقت لأن رانا رامشين كما نقوله بالرومي رانا درواو مير رانا ذركة العائد المالي نقص رانا قاعدين عندنا عائلات وعندنا خدامة وعندنا ناس بزاف أمنوا بالمشروع كيف نحن نبحثوا ننفاستيو للتدريب بعثناها من لاكوري تكوين وجاءوا مأمنين ورحوا شوفوا المصانع أنا روحت شفت مصنع تابي كانتو والله هي أستاذ ولا شي والله ولا شي نقدروا نديروها نمنوا بركة بروحنا باللينا نصير مصنع دولة صيناعية ننسيت نعطيك هونداي وكيا أعطونا مبلغ 500 ألف دولار باش ننشؤوا تورينينج سنتر اللي بشي يدرب الكفاءات تعنا في الجزائر هو هذي حي يعطينا عندك مرافقة تع شريك أجنبي باش يقولك 50% من البزنس تعك واللي هو في لسوتريتونس ولا في السيارات نصدره لك المرشي تعهو في لفريك لأنه لازم تعرف باللي حب ما نحب وكريا ما نكري احنا دولة استراتيجية جغرافية استراتيجية اليد العاملة ما هيش غالية من مناخ العمال شاء من شاء وأبا من أبا احنا يرانا دولة نقدروا نكونوا صناعيين نقدروا نصدروا من الجزائر شعب احنا نحبه نكونوا نعرفوا الحاجة اللي ما نعرفوهاش عندنا عندنا الحرارة باش نديروا الحاجة اللي ما عندناش من هذا كل احنا يرانا لازم نكونوا دولة صناعية اذا انه حنخسروا هذا المشروع هذا يروح للجارة من الجيران ونبقى ونبكي وفيما يقولي تاريخيا يتلام شكل يقف لهذا المشروع تقيق خبرك يا أستاذ بغيت نزيد نوضح لك حاجة احنا كان عندنا هدفك Global Group احنا اشترينا باخرة احنا باش نكونوا كومبيتيتيف و باش نكونوا الاسعار على السيارة تنزل اشترينا باخرة في اللوجيستيك باش نكونوا لانه تعرف اللوجيستيك الدولي هذي امد غاسن هذي تعنا راسيا لحد الساعة راسيا في سكيكدا عندي ما تخدم لانه عندي انا اعطوني انه صار جزائريا بسح ما عنديش لك دو كونسيسيون باش نخدم احنا علي شرين الباخرة باخرة جزائرية 100% ترقم جزائري سبحان الله والله يح تبكيونا ترقم جزائري هذي هذي بناها لانه تعرف اللوجيستيك الدولي متحكمين فيها مافيات متحكمين في شركة كبيرة سياما ميرس كبير احنا وش قلنا قلنا نشري باخرة باش الميتريزي وليكو تعنا باش انا سيارتي كي نخرجها كان عندي انا هدف بلاسوتري تونس بجيما هذي فرح تعنا جيما نوصل لمرحلة انه سيارتي تكون ناقص 30% لشعب يجمع صح كنا نستعمل كنا نستعمل كنا نستعمل كنا نستعمل كنا نخدم استيراد العادي بسحب بلوفول سيكادي رح نخلق ثورة صناعية نخلق ثورة اكسبور ثورة تصدير ونخلق ثورة ثانية على الشغل رح نصل تقريبا لكل نمشينا رح نصل 10 ألاف موظف في لوفول سيكادي و100 ألف موظف طريقة مباشرة وغير مباشرة في المناولة لأن المؤسسات الصغيرة المتوسطة طوال لونساج أنا وقعت وعندي اتفاقيات وقعنا لإنشاء 1000 مؤسسة صغيرة المتوسطة في ميدان المناولة يعني لدار لونساج هذاك الذي عنده الانجكسيون بلاستيك أنا كنا نرافقه باش نديرو لترانسفر طوال التكنولوجي ونعطيه الكلام باش يولي البروديويتاع ومبيو علينا أمولوغي ومنه هو بد نزيد نصدر من عنده باش نصدر للخارج هذا مشروع متكامل فيه اللوجيستيك فيه المناولة فيه الفولسيكادي مشروع هادف في منطقة جزائرية وشعب جزائري موظفين جزائريين وإدارة جزائرية أنا عشت في الخارج 15 سنة أنا عندي سنة ونص مني دخلت الجزائر حلمت بهذا المشروع وش ذنبي أنا يا أستاذ وش ذنبي يا أستاذ وش ذنبي يا أستاذ أنه يكون كاين الناس ما عندهاش نظرة مستقبلية أنه توقف لنا مشروع كيم هاك هذا وش حبينا نتكلمه مع السيد مسدور عني الحلم هذا اللي رأيتكلم عليه ما وش غير واحده يعني هو نموذج من شباب الجزائري اللي عنده طموح عنده إرادة بش يتقدم الأمام وجي واحد ش تستيله في يده نعم يقول لك ما نوقعش وش هذا وش تعالي يخلي كل معلقة كل معلقة المعلقة هذه ما يمتزوجة ما يمتطلقة الآن تخيل كم عدد الموظف العمال عندكم ربعالاف عامل ربعالاف عامل أنا المصير أنت حامل وين هذا أنا يا جمعة لازم نفهمه نحن هنا نتكلمه عن نموذج خاص وإنما نتكلمه نتكلمه عن الاقتصاد الجزائري بشكل عام ظاهرة اقتصادية جزائرية بشكل عام كنا نقول بأن الممارسة المافيوية هي التي تصلنا إلى هذا الشيء تخيل أنت أموال الأمة أموال الأمة رح تضيع بممارسة بيروقراطية قاتلة كانت عندنا حكومة كان يقولوا حكومة تصريف أعمال هل صرفت أعمالهم من بين تصريف الأعمال لأنك عندك اعتمادات لازم توقعها صح أو نمس صح طيب ما وقع لك شالاعتماد وخلك قريب سنة كاملة وأنت تنتظر على لأن نخلط ما بين موضوع وموضوع هذا موضوع اقتصادي محظ هذا موضوع الجزائر هذا موضوع اقتصاد الجزائر لو كان يفهموا لو كان جوا يفهموا نحن أمام مشروع سيجعل الجزائر مصدرة لهياكل السيارات تنتج لدول هياكل سياراتها حتى الداخل اللي رمال هنا هنا في الداخل ما يولوش يستوردوا لها كوكي يتولي أنت تنتجها لذلك الأمر الثاني اللي يهمني الملاحظة حول الباخرة كم سعر الباخرة على الأقل 20 مليون دولار صح 17 مليون دولار 17 مليون دولار الجزائر سنويا تنفق 500 مليون دولار في النقل تخيل أكلم 500 مليون دولار في الحبوب يعني نحن نستورد حبوبا من الخارج ما عندنا سيارة سياري الباقي المجموع راه 2 مليون دولار 2 مليار دولار بـ 500 مليون دولار فقط هذا الجزء الذي ننفقه في جزء من النقل كم باخرة يمكن أن نشتري يك 17 مليون دولار ترفض 1000 مليون دولار ما كانش إرادة ما كانش إرادة كم كم ما كانش إرادة يوم دمنا إرادة أنا أكد لكم أنا أكد لكم بأنه ما تعرضنا له من قبل هو خيانة اقتصادية ما زل ما فهموش النس باللي الموضوع موضوع خيانة نس بيعين بلادهم من الأجانب هؤلاء هل يستطيعون الآن هل يستطيعون أن يوروا وجوههم في وجوه الجزائر يقدر يوريوتشو مستحيل لا لا يوريوتشو لأنه بريعداس ميحشموش صح صح بهذا العبارة لأنهم فعلا دمروا دمروا اقتصادنا وكانوا يحون إلينا أنهم يفعلون الخير في البلد بل يمنون علينا منو علينا احتب الكهرباء قال ما زلناش ما زلناش ما زلنال تري سيتي يمنو علي الشعب الجزائري لذلك نقول لك إن هذا اللموذة تشوف باخيرة ب 17 مليون دولار كم تستطيع الجزائر أن تشتري من باخيرة صح علهم ما عندناش مؤسسة قوية جدا لكنان هي مؤسسة للنقل البحري دمروا علهم ما نقوي وش لكنان دمروا علهم ما لماذا لا نفتح المجال للقطاع الخاص باش يستطمر في النقل البحري والنقل الجوي علهم خليين شركتين يعني مشاكلهم أكثر منهم صح وبالتالي ما كانتش كاينة إرادة حقيقية للإنفتاح الاقتصادي أغلق 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 الآن الخنق أبقوا شهم يدينوا لهم هذه المؤسسات أرى هم يخنقوا فيهم بشوية على باش يموت باش يموت ويجي وحدا أخو يديها بالدينار رمزي وليجي وحدا أخو ممكن يسيرها تسير تسير عمومي كما شفنا المؤسسات العمومية أنا الأول أن نقول توقفوا عن ضرب وتدمير الاقتصادي الجزائري نحن الآن سمعنا خطابا خطابا رسميا يعني يوحي يوحي بالأمل آملوا أن يتحول الأمل والحلم إلى حقيقة إلى فعل ما شيء خلال أشهر لا لا لأن الاقتصادي الجزائري ينزف رأنا كما نقول في حالة استعجالية وحد روضون زنيطة كوماتو وش لازم الدير تسلكوا بشي بقى على قيد الحياة لذلك أنا نقول لك الآن أو الآن القرارات تكون قرارات سريعة مش يستنى الشهر الجاي استنى بعد الاستفتاء استنى بعد الانتخابات الفلانية ما كانش اقتصاد الجزائري ينزف إذا ما عندنا شرجاء قادرين على أن يتخذوا قرارات لإنقاذ مثل هذا المشروع وغيره من آلاف المشاريع لا أحدثك عن القطع الفلاحي لا أحدثك عن الذين دماروهم وهم ينتجون القمح لا أحدثك عن الذين دماروهم وأرادوا أن ينتجوا القطن لا أحدثك عن الذين دماروهم وهم يريدون أن ينتجوا زيتا طبيعيا وخلي وخلي هؤلاء كانوا مبرمجين على تدميرنا الآن جيتوا جمعا جديدة آملوا أن تبرمجوا روحكم وتبرمجوا نحن على الإيجابية الأمر مستعجل يا أخوية العزيز أنا أدرك تماما أن الأمر مستعجل جدا كل نهار يعقب الجزائر تفقد الملايين من الدولارات هذا المصنع اللي رأوا يأكلوا سديد ويأكلوا الماء بربوات تخيل أنت يكون عندك مصانع بربوات الربو وش يجدير نفخ العجلات الربو الربو يفترض أنه يركب الشيء الدقيق لذلك ها هاي أمامك هذي البرس شوف هذي البرس اللي تدير العيكل العيكل سيدي وش ركم تنتظروا من الحكومة هذي الجديدة أني عندها أيام اللي تم تنصيبها وش تنتظروا في الأيام اللي جاية شوف أنا نحكي لك ديما نرجع نحكي لك أنا نحكي كجزائري جزائري يحكي مع جزيريين أنا أول شي نتمنى التوفيق لهذه الحكومة لأنه صحي عندها ورشة كبيرة بسحنا نمنو ثاني في إطاراتنا ونمنو في استراتيجية رئيسنا وفي استراتيجية دولتنا بسحنا نقول لك كجزائري مشروعنا لأنني أنا المشروع هذا أنا على عراس هذا الجروب ونعرف هذا المشروع بالضبط والله أنه لازم وقفة وطنية وقفة إيجية أنا ننصح مو شخص علينا في المصنع في كل المصنع دعوا نديروا إعادة إعادة تقييم نديروا المصنع بمصنع ونقوموا الازم وإذا كان مشكل في الالتخال نتضبطوه في الالتخال ونقوموا الالتخال جديد إذا لم يكن نزيدوا الالتخال المهم لم ننخسروا نحاولوا نتضبطوه أو نحاولوا نتمشو مع أي قرار جديد إذا كانت مدخلات لنطور الحالات، كما نخسر هذا المشروع، كجزائريين نعود إلى الهدف الدكتور، نجد تكون لدينا استراتيجية تخطيط و تنفيذ. دولة التي تزول بزوال الرجال، نجد أن تكون لدينا استراتيجية تنفيذ. ويجيوا الناس يطبقوا وينفذوا على الاستراتيجيات مش العكس مش اللي إذا ما تواحد إذا راح واحد راح به بالمشاريع تعوه احنا ذركنا هنا المصنع راح موجود والمصانع غيرها بالزافر راي كاينة نديروا إعادة تقييم ونديروا بلونت اكسيون ولا اكشن بلان على وش كاين وننجحوا وش نقدر نجحوا لأنه زي ما نعود لك كما قلت قبيلت هذا مال دولة وأرض دولة وموظفين جزائريين والإطارات الجزائريين والمشروع والعائد الاستثمار تعوه للجزائر والجزائريين والمناطق هذه أنا ندير رسالة من هنا للرئيس الجمهورية والوزير الصناعة والرئيس الحكومة مرحبا بهم يجيوا يزوروا المصنع تعنا يجيوا يشوفوا ويقعدوا فيه كما يحبوا يديرونا يعطونا لأنه جزائر بعده يولادها ما نكتبش عليك احنا وزارة الصناعة فيها إطارات وفيها كفاءات يقدروا يجيوا يزورونا ويشوفوا ويديروا تقييم المصنع تعنا إذا كين دي كومنتر ولا كين ملاحظات احنا هنا باش نعدلوا ونصحوا المسار ولا نغيروا وش لازم يتغير المهم مصنعنا لازم يبقى واقف لأنه احنا عنا أمل في هذا المصنع وحلمنا باش نديروا صناعة حقيقية في جزائر ومازال قايم أنا من هذا المنبر نقول بلي احنا هناك جزائريين نهضرهم على جزائريين المصنع هذا لازم يبقى وعنا أمل في الجزائريين هذا هو الأوفياء على البلاد. عندنا رئيس دركة نقدره نهضره ونحن نهضره في شانتي يعني إذاعة جزائرية ولا قاناة جزائرية. لازم المساج يوصل. نحن هنا بغينا المصنح هذا يوقف كجزيرين وباسم كل موظفين باسم كل إطار في الشركة ولأي عامل في الشركة رأنا نمشيه المساج المصنح هذا راه كنز. ما نحن بغينا نخسره لأنه إذا خسرناه راح نندمه. وكل يوم قاعد يروح يا أستاذ رأنا نخسره. كل يوم قاعد يروح راني نوقف خدامة راح يقول لي مشكل حيقول لي عبء على المجتمع يا أستاذ لأنه ذركة أنا وقفنا 300 موظف بسا بعد أسبوع راح نزيد إذا ما كان حتى حاجة حنزيد نوقف 300 وهكذا حتى نوصل أنه أنا حنخرج يقول لي شال التام ويقول لي عنا مشاكل في المجتمع وشكرا. شكرا. كلمة خيتامية سيدي مستور. أريد أن نبني الإقتصال الجزائري لا نريد أن يستمر التدمير. هذا نموذج فقط. أنا أتكلم عن الاقتصاد الجزائري بشكل كامل. ابحثوا في الجزائري كم من إنسان دمروه كم من مصنع أغلقوه ابحثوا عن أولئك الذين كانوا مليارديرات وتحولوا إلى متسولين بممارسات غير قانونية بممارسات مافيوية ولذلك هؤلاء الناس يجب أن يرد لهم الاعتبار مصنع كما هذا يغلق لماذا؟ مصانع كما هذا تغلق لماذا؟ لا نريد أن يستنزف الاقتصال الجزائري أكثر مما استنزف من طرف من طرف أولئك الذين ندمروه كإداريين وكمسؤولين وغيرهم ورأينا وما زلنا نسمع ما زالت القضايا والملفات تفتح عن الجرائم الاقتصادية التي ارتكبت في حق الشعب الجزائري في حق الاقتصال الجزائري الآن أمر مستعجل لا تتركوا مثل هذه المشاريع تضيعوا من بين أيدينا ابحثوا عن هذه المشاريع كلها نديروا أنوديت ناسيونال كل ولاية تدير تقرير عن وتدقيق عن ما لديها من مشاريع معطلة أبدأها من ولاية ميلا ورح بها حتى أقصى الغرب الجزائر هذا ما نتمناه مع الآسف انتهى الوقت المخصص للحصة مشاهدين الكرام ألقاكم بخير وإلى عدد جديد من حصة بيزنس ترجمة نانسي قنقر